وزيرة تؤكد وجود الغاز الطبيعي بعد عملية حفر آبار استكشافية أكدت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بأن شركة سوند إينرجي حفرت آبار استكشافية وأنه تأكد وجود الغاز الطبيعي في بئرين منها بناء على أشغال مسح ومعالجة واستقراء بيانات الاهتزازات الثلاثية الأبعاد وأوضحت الوزيرة بأن مرحلة إنتاج النفط والغاز المرتبطة باكتشافات منطقة تندرارا التي تمت بشراكة مع شركة سوند إينرجي البريطانية ستنطلق مشيرة في جوابها على سؤال نائب برلماني حول حصيلة التنقيب عن النفط والغاز في المغرب أن الاستثمار في مجال اكتشافات الطاقة في المغرب قبل ثلاثة وعشر سنة قارب ثلاثون مليار درهم حتى لآن وأكد بنعلي أن إنتاج الغاز والغاز المكثف من حوض الصويرة بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضي ولا يزال مستمرا برخصة الامتياز مسقالة مشيرة إلى أن الغاز المستخرج من هذا الحوض ينقل إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفسفات في اليوسوفية لتغطية الاحتياجات الطاقية لوحدات تشفيف وكلسنة الففسفات وأضافت الوزيرة ذاتها بأنه يتم بيع المكثفات للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وبخصوص حوض تندرارة أوردت الوزيرة في جوابها أن شركة سوند إينرجي حفرت آبارة استكشافية وأنه تأكد وجود الغاز الطبيعي في بئرين منها بناء على أشغال مسح ومعالجة واستقراء بيانات الاهتزازات الثلاثية الأبعاد وفي غشت 2018 لتطوير مكمن الغاز مبرزة أنه سيشرع في الإنتاج عبر مرحلتين في هذا الحوض وذكرت بنعلي أنه في مرحلة أولى سيعتمد على تنفيذ مشروع صغير للغاز الطبيعي المسالي ثم في مرحلة ثانية تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز وسيتمم هذا التزويد بحسب جواب الوزيرة دائماً عبر خط أنابيب المغرب العربي أوروبا بعد أن ينجز مشروع خط أنبب بطول 120 كم يربط بين الحقل والخط المغاربي الأوروبي وذكرت المتحدثة نفسها أن أشغال تطوير المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بشراكة مع ساوندينيرجي حقل تندرارة متواصلة إلى ذلك يتوقع أن ينضم المغرب مستقبلاً إلى نادي البلدان المنتجة للنفط والغاز بعد سلسلة الاكتشافات التي أعلنتها الشركات التي حصلت على ترخيصات للتنقيب عن الذهب الأسود في المملكة ترجمة نانسي قنقر